ترجمة نانسي قنقر مش ما يختلفش برك هو نفسه والدليل على أنه حاجة يعني قضاة اللي طالبوا من سنوات ومن بعد الثورة من أول أي مثلولة للثورة أنه بشكون عندهم هيئة مستقلة تصورتهم هيئة مستقلة لها تشرف على القضاء إلى حد نحن لم يزلنا إلا بالضبط نزلنا عشريين في الخدمة والهيئة هذه لم تحدث وكأن حاجة صعبة هيئة المشكلة هو أنه كما كان يقولون فميش إرادة الإسلاح وما فم إرادة في مواصلة وضع اليد على معنى جهات حيوية كالقضاء أو الإعلام أحنا نقول الاختر أكثر من حكا يعني يمكننا بالنسبة للإنغيك موقعش اتفاقات مع الحكومة على الأساس أنا مستكون فرم لكن أحنا تصوروا حاجة بسيطة يعني عديد المرات نقع الاتفاق وتحرر محاضر جلسات في موضوع معين مثلا بالنسبة للإعفاءات الأخيرة سمى الاتفاق على أساس أنه تفتح الملفات من جديد وتكون فيها جمعية قضاء تونسيين معناها عاود تنظر في الملفات والخوضات المعفين وهذا قال اتفاق عليه وموضة لكن للأسف نقعوا أن وزارة العادل تقوم بهذا الشيء بمفعدها ونسبة مثلا بارح تصريح أنه هيئة والنجنة كاملة يعني المواطن مفهمش نجلة شنية هي مفهم ماشي حنا أصلا ما تخطقتش وحنا نعاشين ألف مرة مكاتبة وتاليفونية يعني استعمال حتى الإعلام للتضليل يعني حتى في مجالات أخرى لما تم اتفاقات ولما تم معناها التراجع على الاتفاقات هذه يستعمل الإعلام وللأسف أقول للأسف أنه عديد من الإعلاميين ونحترمهم بكل ولكن لابد أن يكونوا فهمين اللعبة منيح يعني وقتل يسمع ونتبعهم منيح هذا شيء خطيئ لأنه كما كان يقول سيكافي بالحق بالحق أنه كما عدا تصرف وحدها لا همتها لجميات لا تمثل ولا ما تمثل لش معناها أحنا ندافع على معناها مبادئ معناها الأساسية للاستقلال القضاء ندافع وندافع وندافع أسلاح أسلاح للمؤسسات الكل يعني كما كان يقول زدسي كمان يعني معنين بالأمر ما يعرفوش مشكلة الإعلام ولا القضاء ما يعرفوش نوع المشكلة فما بالك غيرهم يعني الهناء دورنا أحنا لكلنا هو التحسيس بغرورة فتح الملفات الحساسة وإجبار الحكومة على أنها تدخل معناها إصلاحات في هالمجال هدير مش الإعلام وحده والقضاء وحده والإدارة وحده لازم تكون عنها تصور كامل وخطة كاملة يعني لما يعني يكون فما مشكل في القضاء لبه الإعلاميين والأوين المواطنين كله مجتمع المكونة المشاعة المدني لكلها تكون توقف وقفة وحده لأنه السياسة تفرق تسد هي اللي خلت نحن لكلنا ضعاف واللي خلت أنه الحكومة تجم تستفرد بنا وتجم قطاع تهمش وإحنا في فترة حرجة أقولها فترة حرجة جدا هذه فترة سياغة الدستور يعني إذا ضمنت هذه لا تدستر أنا أقول يسعد كثير من بعد باش نجدوها في قوانين لأنه اللي مقدرش تنوى في هالإطار هباية بعد ثورة بعام ونصف معناها من خليوش الأمور للقدام ومتقدر مزال الأمور مش واضحة وأنا أدعو من هنا الجميع على أنه تكون فما محاور نحدوها لكل مع مكونات المجتمع المدني الفاعل على أساس أنه تتبنى وتطرح المشاغل الأساسية كالكعلام والقضاء لأنني بالنسبة لأينا هذه اليوم لو كان يفوت عليهم الفترة هذه أمنوني مش يسعد الولي برايسكم هو فاستي حالة لها خطر جمع الإنسان يفعل ولكن مش تكون يعني نتائج نتمنى وهذا الحقيقة تولي ساهمنا لكل في إفشال الثور وهذا عنيش أنا تواجدت حتى في الهيئة الأعلام ولكن أنا إيمانا مني أنه الأعلام يخدم استقلال القضاء واستقلال القضاء يخدم كذلك استقلال الأعلام شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر